اهلا يا حلوين كيفكم انا حور والفيديو اليوم رح يكون الفيديو اللي كلكم تنتظرونا قصص المتابعين المحرجة وزي ما تعودنا رح اقرأ قصصكم وانا اسوي حلالة لذيذ فحطوا لايك وخلونا نبدأ قبل فترة كنا مسافرين للرياض وكانت هذه اول سفرة نروح لها وكننا في مول مرة كبير وقلنا مرة واحدة نصلي ونتعشى وبعدها نطبع ونكمل طريقنا وافترقنا الشلتين شلة تروح تصلي وشلة تجيب العشاء وانا كنت من الشلة اللي رايحة تجيب العشاء المهم وحنا راجعين ضيعنا وصرنا ندور ونسأل وكلما سألنا احد ضعنا زيادة الا نشوف سيب طويل مرة قلت اكيد هذا المخرج وفي اربع شباب طالعين ويطالعون فينا ويفطسون ضحك وعلى كذا اثنين ثلاثة يطلعون يضحكون واقول في نفسي سلامات ايش فيه ومكملة ومواصلة وفجأة ما استوعبت الا وانا الاقي نفسي وسط دورة مياه الرجال وارجعت جري طول السيب وانا باس كالعشاء وشك لي الله لا يوريكم مرة كنت بصفتاني متوسط وكانت حصة تعارف حصة اللغة العربية وانا بطبعي خجولة فطلبت مني المعلمة اني اكتب على السبورة موضوع الحصة فلما صعد سألتني عن اسمي وقلت لها اماني قالت لي لعل الاماني تتحقق على اساس مجاملة واروح انا اكتب على السبورة بالبنط العريض لعل الاماني تتحقق اللو اسمع الفصل كله يقلب ضحك انا احسبه موضوع الدرس طبعا يعني تفضل الان يعني تفضل كنت بالفسحة قاعدة انا وصحباتي فوق المسرح المهم خلصنا اكل وقمت بعدين زميلتي قالت لي بنت طالحي مريولك من ورا انا انفجعت المهم لسوء الحظ نظفته ونظفته ونظفته ومو راضي يروح وكانت البقعة شوكولاتا المهم لحسن الحظ امي معي بالمدرسة رحت عندها واعطيتها منديل معطر وقلت لها نظفيني المهم كانت قاعدة تنظف اللو يدخلون علينا بنات ثانوي من اللي امي تدرسهم وهي تمسحني من ورا والنظر اللي اعطوني اياها كأنهم يحسبوني وسقت مريولي لاني حشرانة انا كنت وقتها ببكي من الاحراج مرة في اختبار الرياضيات انا وشيلتي كنا جالسين جنب بعض وعطتنا المعلمة الاوراق وصديقتي غششتني في سؤال وشافتنا الاستاذة وقالت بنت ايش تسوين هنا قالت استاذة قاعدة اغششها والفصل كلها صار يضحك حتى الاستاذة من كثر الضحك سامحتنا في السنة الثالثة من متوسط كانت وحدة تفاخر انها نولدت في تركيا المهم انا كنت غيرانة الف في اليوم التالي تذكرت اني سافرت على اسبانيا لما كان عمري خمس سنوات وكانت عندي صور لما كنت هناك المهم هذول الصور ما كان بهم دخل في الموضوع كليا وريت الصور لكل بنات القسم وفي اليوم الثاني جت عندي هذيك البنت المغرورة وقالت لي صح انتي سافرت على اسبانيا ومن شدة غبائق قلت لها لا انا نولدت فيها وعشت فيها خمس سنين ما علينا في اليوم الثاني جاءوا بنات القسم عندي وقالولي انتي نولدت في اسبانيا وكيف ورجينا دفتر الولادة طبعا رح يكون متغير المهم كذبت كذبة كبيرة وتفشيت قدام صاحباتي وصار الكل ما يصدقني حتى الاقسام الثانية احسن استاهل قصتي اللي مستحيل انساها من كثر ما هي محرجة مرة عمتي سوت عزيمة ورحنا وانبسطنا وكل شي تمام وجاء الليل وانا رحت انام عند عمتي ونمت وصحيت الساعة ثنتين كذا في الليل ونزلت اشرب موية عاد شكلي كان مرة لا كشتي طالعة وعيوني مفقعة المهم رحت عالمطبخ وفتحت النور واللي اشوف قدامي ولد عمتي صرخت هذيك الصرخة اللي حتى هون خرع من الصرخة ما اقولكم عن شكله كان مصدوم المسكين المفروض هو اللي خاف من شكلي بس صار العكس ليلتها ورب اني بكيت من الفشلة ومن بعدها حلفت اني ما اروح بيتهم لا نعرف إيبا لا نعرف يوم كنت بالابتدائي كان مستحيل يمر يوم وما أجي أول واحدة في الطهبور الزبدة جاء يوم من الأيام وكانوا البنات يركضون على الطهبور وأنا من الحماس أبغى أجي أول واحدة يا أني أطيح في الزبالة ويا أني تفشلت ما أدري أقوم ولا أضحك ولا أبكي من شدة الأحراج كنت في المستشفى أنا وأبوي وننتظر دورنا بعدها جاء ولد شكله كبير وجلس عندي بعدها أنا طالعت فيه وأنا ما يتضحك على شنبة وهو يحسبني معجبة فيه وأنا كل ما أشوف عليه يجلس يضحك وأنا ما يتضحك مرة كنت ألعب البذران عشان ما يزعجون الضيوف المهم كنت ألعبهم بالكرة وواحد من الورعان يمسكها ويصقعها على رأس واحدة من الحرين وتمسك رأسها إلين ما جلست وهي تقول لخالتي عندكم بنادول؟ قالت ليه وش فيك؟ قالت واحدة تلعب الورعان الله يصلحها وطشتها على رأسي وتيجي خالتي وآخذ هذيك التهزيئة المهم راح الموضوع وبعد ثلاث سنين جت نفس الحرمة وخطبتني لولدها مرة من المرات كنت بصف سادس نسيت مادة معلمة عصبية مرة وتنقص درجات كثير طبعا أيامها كانت الكتب كتاب نشاط وكتاب طالب فوحدة من صاحباتي أعطتني كتاب النشاط على أساس أنه كتاب الطالب قامت المعلمة قالت يلا قومي اقرأي طبعا أنا هنا أعطيتها وضعية التعبانة اللي فيني دوخة وصاحبتي ما قصرت كملت الكذبة معاي وقالت تعبانة مرة قالت المعلمة طيب طلعي هالإرشاد الصحي وطلعت أنا وصاحبتي وجلسنا نتمشى وقبل ما تنتهي الحصة بدقايق رجعنا قالت وش قالت لكم المرشدة؟ قلت لها أنا دقيت على أبوي يجي ياخذني بعد شوية بطلع وأنا أصلا ما دقيت ولا شيء المهم دق الجرس وطلعت المعلمة من الفصل وكملت يومي وأنا ما فيني إلا العافية كفو كفو بايل الله وجهك مرة قلت لأبوي أبغى أنزل المال لوحدي وأعطيني بطاقتك أبغى أحس أني كبيرة وأحاسب لوحدي قال طيب بس قبل ما أحاسب أنادي أنا تقضيت وخلصت ودقيت عليه وجاء وقلتنا خليني أنا أحاسب قال طيب ووقف بعيدة أنه حاس أنه بيصير شيء المهم صفيت سرا وجاء دوري قال لي الكاشير أبغى رقم الجوال أنا على طول جاء في بالي أنه بيرقمني قلت لها لا بحاسب بحاسب بالبطاقة قال طيب أبغى رقم الجوال وأبوي واقف من بعيد يعين لي ومو عارف إيش قاعد يصير بس كان حاس أنه بيصير شيء غلط وناديت وقلت لها شوف هذا يبغى رقم جوالي راح أبوي وأعطاه الرقم عادي وأنا ضيعت البطاقة ولقينها في قسم العطور لأني لما كنت أنتظره رحت أشم العطور وتركت البطاقة هناك شو تريدين حفلة؟ زلاطة؟ نعال؟ شو تريدين؟ شو تريدين أطيج؟ قصتي بكل اختصار أني كنت أبي أواسي المعلمة وأقول لها خذي شهيق زفير وبدل ما أقولها كذا قلت لها خذي شهيق نهيق مرة كنت بطريق سفر بالسيارة ووقفنا عند محطة عشان نصلي وكذا أمي وخواتي راحوا يصلون قبلي عشان أقعد عند أخوي صغير ويوم جاء دوري أصلي خلت صلاة وبعدها قلت خليني أروح للحمام الله يكرمكم طبعا ما كان في أحد في المصلى ولا في الحمامات ويوم جيت أفتح باب الحمام عشان أطلع إلا الباب ما ينفتح طريقة قفل الباب شوي مختلفة والباب حديد ومصدي وأحاول أفتحها وأحاول وأرفس الباب برجلي وأطقطق الباب ومو راضي يفتح بعدها دخلوا ناس كثير للحمام وكانوا جالسين يضحكون بصوت عالي وقهقها فجأة قلت لهم لو سمحتوا افتحوا الباب والله ولا ردوا علي قلت مرة ثانية وتجي وحدة تقول اطلع من تحت الباب وهي تضحك وأنا خلاص انهرت وراسي صدع وقامت تجيني أفكار ما تدخل العقل وقعت أفكر طيب لو أطب من فوق يعني استقف بعيد وقعت أتخيل صدمتهم لو شافوا واحدة طالعة من فوق ومنقبة وتعودت من إبليس وقعت أحاول أفتح الباب وأرفس برجلي اللي لو ينكسر ضف الرجلي من كثرة ترفيس والحمد لله انفتح الحمد لله على السلامة على السبيع وبس كذا نكون وصلنا نهاية الفيديو اشراكم بالكيك بابس اللي سويتها طبعا ما تحتاج شرح سهلة مرة الكيك اللي استخدمته جاهز وكل شي طريقته واضحة فبس اشراكم فيها واشراكم بالقصص اللي قلناها اليوم إذا عجبتكم القصص وإذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واكتبوا تعليقات حلوة زيكم واللي ما اشترك في القناة يشترك فعل زر الجرس أحبكم أشوفكم بالفيديو الجاي على خير مع السلامة اشتركوا في القناة